من وجهة نظري التي تعتبر وجهة نظر فقط أن بوني إذا بقيت في الفراغ لفترة طويلة كانت ستخرج من السرق أو من شاشة الكمبيوتر لكن بسبب تدخل كين وإنقاذها من الفراغ رجعت إلى السرق الرقمي ولكن يدها تم علاجها من كبل الفراغ تبدأ الحلقة الثانية بزهور مادة التحول المعتمة وشخصيات السرق يكمون بالمنادات على بومني والتي تبدو بأنها في غيبوبة أو تبدو أنها غير واعية وفجأة نرى بومني وسط السرق الرقمي خائفة وتنادي لينقذها أحد وهناك جليتش أو شيء غريب يحدث لجزديها الرقمي وتكون بالمنادات للأشخاص الموجودين معها لكن لا أحد يرد عليها وفجأة تسمع صوت صرصرة غريبة وتتفاجأ بأنها بدأت تتحول فتشعر بالزعر وتكون بالصراخ لينقذها أحد لكن بلا جدوى إلى أن تسقط في حفرة الفراغ وتره جاكس وراكثا وكين يتحكون عليها ولكن فجأة تستيكز وقوعا على الأرض مع حدوث بعض الجليتشات الغريبة التي أدت إلى سقوطها أرضا تأتي رقصة إلى باب بومني وتطمئن عليها لكن بومني تقف قلقة خلف الباب من ذلك الحلم الغريب لكن في النهاية تكون بفتح الباب والخروج مع رقصة فترحب بها رقصة وتقول لها آسفة لما حدث أمس من الغرابة ولكن تتعجب بومني من كلمة غرابة وكأنها تريد أن تقول له وما العادي في هذا العالم ولكن رقصة تريد أن تخرج بومني من ذلك المود السيء فتقول لها دعك من كل هذا لأنكين جاهز لنا اليوم مغامرة جميلة ويذهبون إلى صالة السيرك الرقمي ويتكلم كين قائلا مغامرة اليوم هي فوضة شاحنة الحلوة ويشرح كين المغامرة أن مملكة واد الحلوة تعرضت للسرقة ويجب إنقاذ شاحنة الحلوة لإنقاذ أسمن شيء موجود في مدينة الحلوة وهو شرب القايقب ولكن يرفض زوبا للمغامرة ويكرر الزهاب ولكن يقول له كين شاء غريبا يقول أنه يجرب زكاء إصطناعي جديد أفضل من السابق بـ 75 مرة وهذا غريب وهناك نظرية عددتها خصيصة لتلك الحلقة إن كين يعرف من هو ولكن سأقولها في نهاية الحلقة فيرفض زوبا للمغامرة ولكن يكون كين برمي باقي شخصيات السيرك الرقمي على البوابة التي تنقلهم إلى وادي الحلوة جانكيل وراجثة وبومني وجاكس ذهبون إلى مملكة الحلوة وهناك يستقبلونهم أناس الحلوة ونتفاجأ أن تلك الشخصيات كانت موجودة في الحلقة السابقة وهنا نعلم أن السيرك الرقمي له أبعاد أخرى تذهب بومني ورفقائها إلى قلعة الحلوة لمقابلة ملكة الحلوة وهنا تقول أيضا ملكة الحلوة على ما أعتقد أنكم الفرسان الشجعان الذي إرسلكم الأسطورة إلينا وهنا نرى صورة كين وعلى ما أعتقد أن جميع الأبعاد تتعامل مع كين على أنه أسطورة أو ملك جميع الأبعاد فتكون ملكة الحلوة بشرح المغامرة لبومني ورفقائها وتقول لهم أن اللصوص سرقوا شاحنة فيجب أن تجلبوها ولكن بمساعدة شاحنة أقوى ونرى شاحنة من الطرز القديم محملة بشراب القايقب لذلك كانت تتساءل بوني سؤالا وهو في أي حجبة زمنية نحن تكون ملكة الحلوة بأطاء رجسة مفتاح المملكة وتقول لهم هذا لكم لكي تعودوا بالشاحنة سالمين وتقول لرجسة أتمنى أن يبقى هذا المفتاح في يد أمينة وبعدها يقوم الفريق بكيادة الشاحنة لإنقاذ شراب القايقب أنا آسف لأن الحلقة من الممكن أن تكون قصيرة لكن لأنني أقوم بكل شيء فسأقوم بتقسيم الحلقة إلى فيديوهين أو سلاسة ونستنتج من ذلك الفيديو أن الوحيد الذي يتذكر عقله ونفسه البشرية هو كين لأنه يطور ويضع برامج زكاء إصطناعي ويطورها وفي الحلقة القادمة سأريكم الدليل ترجمة نانسي قنقر